وضع اقتصادي صعب ومعقد تعيشه لحكومة اليمنية وسط ضغوطات وتهديدات متزايدة من ميليشي الحوثي التي استغلت الهدنة وحالة الحرب لتدشين حربها الاقتصادية ضد الشرعية مصغلة ميناء الحديدة كرأس حربة في هذه الحرب تخوض الميليشي الحرب الاقتصادية لتحقيق مكاسب سياسية مستخدمة كل أوراقها ابتداء باستهداف الموانئ مرورا بمنع الاستيراد من المناطق الشرعية وفرض قيود على التجار الأمر الذي تسبب بخسارة الحكومة لما يقارب مليار دولار جراء عدم تمكنها من تصدير النفط الغريب في الأمر أن الضغوط الحوثية على الحكومة زامنت مؤخرا مع ضغوط وتصريحات لقادة في المجلس الانتقالي على رأسها معضو مجلس القيادة ونائب رئيس المجلس الانتقالي أبو زرعة المحرمي الذي وصف رئيس الحكومة معين عبد الملك بأنه يعمل بلا حس وطنية وأنه كثير الكلام قليل الإنجاز ولا يريد تحقيق شيئا على مستوى الأشياء الممكنة حد قوله في الاتجاه ذات وجه وزير الدولة محافظ عدن والقيادي الانتقالي أحمد حامد لملس بمنع توريد الإرادات للبنك المركزي متهما الحكومة بالفساد مبررا الخطوة بأنها رد على رغض الحكومة تحمل مسؤولية شراء وقود الكهرباء الخاص بمحطات الكهرباء نشطاء وسائل إعلام تابعة للانتقالي وممولة من الإمارات كانت قد شنت حملة انتقادات واسعة للحكومة ورئيسها بحجة عدم معالجة ملف أزمة الكهرباء بالإضافة إلى تهامه بالفساد وتحميله مسؤولية الانهيار الاقتصادية فهل يأتي تزامن الحرب الحوثية الاقتصادية مع إجراءات الانتقالية وتصريحاته الهجومية ضد الحكومة في سياق توافق بين الجانبين يهدف لإسقاط ما تبقى من الشرعية برعاية دولية وأقليمية أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر